نجح في ابتكار طريقة غير تقليدية لنقل الغاز الطبيعي إلى المنازل السورية دون تكاليف وبشكل مجاني الاختراع العجيب لا خقابولاً من السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبدأوا في العمل به خاصة مع اقتراب حلول الشتاء فما القصة؟ يعاني غالبية السوريين من عدم القدرة على تأمين الغاز الطبيعي في الوقت الذي تزداد فيه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً يوماً بعد يوم في البلاد الأمر الذي جعل بعض المواطنين يفكرون باختراع طرق عبقرية غير تقليدية لتأمين الغاز لمنازلهم بأقل تكلفة ممكنة مؤخراً تمكن شاب سوري من اختراع طريقة مبتكرة لنقل الغاز الطبيعي لمنزله بشكل مجاني مما ساهم بتقليل استهلاك الغاز وتخفيف أعباء تكاليفه بعد مشاهدته للعديد من التسجيلات المصورة على موقع يوتيوب توصل إلى أن نقل الغاز الطبيعي إلى المنزل من الممكن أن يتم عبر أكياس بلاستيكية لقد شاهد الكثير من مقاطع الفيديو لسكان بلدة باندا شاه في باكستان وأعجبته الفكرة كثيراً فكرر أن يجربها على أرض الواقع في سوريا الوضع في سوريا حالياً يشبه إلى حد كبير الوضع في العديد من البلدات ذات الحاجة حول العالم التي لا توجد فيها بنية تحتية لنقل الغاز المنزلية الأمر الذي دع الشاب السوري لتجربة الفكرة الباكستانية الاختراع الجديد يتمثل بنقل الغاز المنزلي عبر أكياس بلاستيكية حيث تقاس وحدة قياس الكمية بالكيس البلاستيكي وليس بالمتر المكعب كما هو في عملية نقل الغاز عبر الأنابيب من خلال هذه الفكرة الفريدة من نوعها تصبح الأكياس البلاستيكية المخصصة لنقل الغاز أشبه بالبالونات الطائرة ولكن حذر الشاب من خطورة نقل الغاز بهذه الطريقة حيث يجب توخي الحذر أثناء عملية النقلة هذه الطريقة توفر أكثر من 60% من تكاليف نقل الغاز من خلال الأنابيب أو الأسطوانات المنزلية ويمكن تسميتها بأنها طريقة نقل الغاز باستخدام البالونات الطائرة ليس هذا فحسب ولكن يمكن وضع الغاز في الأسطوانات في المنزل بعد إتمام العملية وذلك من خلال الاعتماد على الأنابيب ويأتي هذا الابتكار في ضوء ما توصل إليه العديد من الشباب السوريين من اختراعات مهمة في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات خاصة في مجالات تأمين الغاز الطبيعي بشكل شبه مجاني أو ابتكارات لإنتاج كهرباء مجانية الحاجة هي التي دفعت العديد من الشباب في سوريا للتفكير خارج الصندوق والتوصل إلى ابتكارات فريدة من نوعها تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية الكبيرة التي باتت الشغل الشاغل لشريحة واسعة من السوريين خلال السنوات القليلة الماضية ابتكار نقل الغاز بهذه الطريقة جاء في الوقت المناسب نتيجة تقتراب حلول الشتاء وحاجة السكان الماسة لمصادر الطاقة وكذلك الظروف المادية القاسية التي تمر بها العائلات ترجمة نانسي قنقر